السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس العلوم للصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني الفصل التاسع من الكتاب الغلاف الجوي وتلوث الأرض الدرس الثاني التلوث في جزئه الأول مشاهدة ممتعة مليئة بالفائدة بإذن الله نستعرض معكم أعزائي الطلبة أهداف الدرس وهي كالتالي أولا وصف أنواع تلوث الهواء ثانيا التعرف على ظاهرة الاحتباس الحراري والغازات الدفيئة وأخيرا توضيح أهمية طبقة الأوزون وطريقة استنزافها أعزائي الطلبة غالبا ما تعرفتم سابقا عن ما هو التلوث نعم إدخال كل ملوث يسبب للبيئة التلوث من حيث المواد الكيميائية أو المواد العضوية أو المواد مثل البلاستيك أو الألمنيوم أو كل المواد الدخيلة من نفاياتنا ومن أنواع التلوث تلوث الهواء الملوثات ما هي الملوثات التي تؤدي إلى تلوث الهواء؟ ما هي الملوثات؟ هي مواد تلوث البيئة وتنتج عن احتراق الخشب والوقود من أمثلتها الغبار، الدخان، الرماد وكذلك الغازات ومن أمثلة الغازات أول أكسيد الكربون والذي ينتج من عوادم السيارات ثاني أكسيد الكربون والذي ينتج من احتراق الخشب والوقود كذلك أكسيد النيتروجين والذي ينتج أيضا من احتراق الوقود الداخلي للسيارات والمصانع وأيضا ينتج من محطات توليد الكهرباء إذن الملوثات تنتج من بعض المصادر هي انفجار البراكين احتراق الغابات عوادم السيارات والمصانع وينتج عنها ملوثات كالغبار والدخان والرماد والغازات من أمثلتها أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وكذلك أكاسيد النيتروجين الضباب الدخاني يعد الضباب الدخاني شكلا من أشكال تلوث الهواء وينشع عندما يتفاعل ضوء الشمس مع ملوثات كالدخان الناتج عن احتراق الوقود في المصانع وقد ينتج عنه مشكلات صحية كالتهاب العيون وصعوبة في التنفس خصوصا للأشخاص الذين يعانون من الربو ويمكن التقليل من تشكل الضباب الدخاني في الغلاف الجوي إذا استعمل الناس وسائل النقل العامة بدلا من السيارات الخاصة مثال الباصات، القطارات والسفن أو استعملوا السيارات التي تعمل بالكهرباء كما يعد الهطل الحمضي أيضا شكلا من أشكال تلوث الهواء الجوي وهو ينتج عندما يتفاعل المطر مع المركبات الكيميائية الضارة الموجودة في الغلاف الجوي الاحتباس الحراري يعد الاحتباس الحراري أيضا شكلا من أشكال تلوث الهواء فما هو الاحتباس الحراري وكيف يحدث؟ الاحتباس الحراري هو عبارة عن حجز كميات أكبر من حرارة الشمس على سطح الأرض لنتأمل معنا عزائي الطلبة الشكل الذي أمامكم أشاعة الشمس تسقط على سطح الأرض فيتم انحباس حرارة الشمس على سطح الأرض فترتفع حرارتها بفعل زيادة تركيز الغازات الموجودة في الغلاف الجوي مسببة الدفيئة فما هي الدفيئة؟ الدفيئة هي احتجاز الغازات الموجودة في الغلاف الجوي لأشعات وحرارة الشمس ومن أمثلتها غاز ثاني أكسيد الكربون بخار الماء وغاز الأوزون وجميعها من مكونات الغلاف الجوي إذن الاحتباس الحراري هو عبارة عن انحجاز كميات كبيرة أو انحباس حرارة الشمس على سطح الأرض بفعل زيادة الغازات الموجودة في الغلاف الجوي مثل ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والأوزون فتسبب دفيئة وزيادة حرارة الأرض فكيف تحدث ظاهرة الاحتباس الحراري؟ لنتأمل معا الشكل الذي أمامكم تحدث ظاهرة الاحتباس الحراري أولا تنتقل أشعة الشمس من الفضاء إلى سطح الأرض فينعكس بعض من أشعة الشمس عن سطح الأرض لكن بالبعض الآخر بفعل غازات الدفيئة كثاني أكسيد الكربون وبخار الماء والأوزون يعمل على انحباس الحرارة بالقرب من سطح الأرض وبزيادة هذه الغازات يزداد انحباس الحرارة مسببا ظاهرة الدفيئة إذن حج كميات أكبر من الحرارة بسبب زيادة تركيز غازات الدفيئة يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التغيرات التي يسببها الاحتباس الحراري يؤدي الاحتباس الحراري إلى انصهار الكتل الجليدية القطبية والذي يؤدي هذا الانصهار إلى ارتفاع مستوى سطح البحر واحتمال غرق المناطق الساحلية كما يؤدي الاحتباس الحراري إلى تغيير في نمط تساقط الأمطار الذي قد يؤثر على المحاصيل الزراعية ويؤدي الاحتباس الحراري إلى زيادة عدد العواصف والأعاصير وارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض يسبب انتشار الأمراض مثل المنارية استنزاف طبقة الأوزون التي تعد أيضا شكلا من أشكال تلوث الهواء فما هي طبقة الأوزون يعتبر الأوزون شكلا من أشكال الأوكسجين فهو مكون من ثلاث ذرات أكسجين لنتأمل الشكل الذي أمامكم غاز الأوزون يتكون من ثلاث ذرات من الأكسجين بينما الأكسجين مكون من ذرتين أكسجين O2 أوزون O3 وأكسجين O2 يوجد غاز الأوزون في طبقات الجو العليا في طبقة الاستراتوسفير تأملوا الشكل هنا والتي ترتفع عن سطح الأرض من 10 كيلومتر إلى 50 كيلومتر ويوجد الأوزون على ارتفاع 20 كيلومتر من سطح البحر هيا الله تعالى الأوزون في طبقات الجو العليا لحماية الحياة على سطح الأرض فتعمل طبقة الأوزون كمصفات لأشعة الشمس فتعمل على منع دخول أشعة الشمس الضارة وخاصة الأشعة الفوق بنفسجية UV استنزاف طبقة الأوزون برأيكم أعزائي الطلبة كيف يمكن أن تحدث ظاهرة استنزاف طبقة الأوزون يقل في كل عام سمك طبقة الأوزون فوق القطبين وتسمى هذه الظاهرة بثقب الأوزون وتحدث ظاهرة ثقب الأوزون بفعل غازات ملوثة أهمها مركبات لكلورو فلورو كربون سي أف سي أس التي تستعمل في أجهزة التبريد كالثلاجات ومكيفات الهواء فكيف يمكن لمركبات لكلورو فلورو كربون أن تحدث ثقب الأوزون عندما تتسرب كلورو فلورو كربون سي أف سي أس ترتفع ببطء حتى تصل إلى طبقة الأوزون فتتفاعل معها كيميائيا مما يؤدي إلى تحطم جزيئات الأوزون الأشعة فوق البنفسجية علمتم أن الأشعة فوق البنفسجية هي من الإشعاعات الضرة التي تصل مع أشعة الشمس تزداد كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح الأرض بسبب استنزاف الأوزون مما يؤدي إلى زيادة عدد المصابين بسرطان الجلد إضافة إلى الأضرار التي تلحقها بالمخلوقات الحية الأخرى إن طبقة الأوزون ضرورية لبقاء المخلوقات الحية على سطح الأرض لذا اتفقت حكومات الدول الصناعية على التوقف عن استخدام مركبات لكلورو فلورو كربون سي أف سي أس ما زلنا أعزائي الطلبة في تلوث الهواء تلوث الهواء داخل المباني هو أيضا شكل آخر من أشكال تلوث الهواء تلوث الهواء داخل المباني هو زيادة ملوثات الهواء داخل المنازل الناتج عن عملية العزل الحراري للمنازل التي تقلل من تدفق الهواء إلى المنازل وخارجها وبسبب تراكم ملوثات الهواء داخل المباني من احتراق السجائر حيث تطلق السجارة جزيئات ضارة وغازات إلى الهواء مما يصيب غير المدخنين بالمرض التدخين السلبي بالإضافة إلى الأمراض الخطيرة التي يتعرض لها المدخنون أنفسهم لذا فإن التدخين غير مسبوح به في العديد من المباني العامة والخاصة كذلك من مصادر تلوث الهواء داخل المباني الدهان والسجاد والصمغ وبعض الآلات كالطابعة وآلة التصوير التي تطلق غازات خطرة منها مادة الفورمالدهايد التي تعد مادة مصرطنة كدخان السجائر ومن ملوثات الهواء التي يمكن أن تتراكم داخل المباني غاز أول أكسيد الكربون وغاز الرادون خصائص غاز أول أكسيد الكربون أنه غاز سام لا لون له ولا رائحة ينتج غاز أول أكسيد الكربون عن احتراق الوقود ويسبب أمراضا خطيرة وقد يؤدي إلى الموت من ملاحظات التي يجب أن تتبع لكي لا يتراكم غاز أول أكسيد كربون داخل المباني يجب أن تصمم الأفران بطريقة تمنع من انتشاره داخل المباني كما يستخدم حاليا في الأماكن العامة والخاصة أجهزة انذار تعمل على إحداث صوت عند ارتفاع تركيزه في الهواء غاز الرادون هو غاز يتم الحصول عليه من بعض أنواع الصخور والتربة ليس له رائحة أو لون ويسبب الرادون الإصابة بسرطان الرياح من الأمور التي يجب أن تراعى لكي لا يتراكم هذا الغاز داخل المباني يستخدم حاليا في الأماكن العامة والخاصة أجهزة انذار تعمل على إحداث صوت عند ارتفاع تركيزه في الهواء النشاط التقييمي اختبر نفسك عزيز الطالب في المعلومات التي تعلمتها الآن أجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول أكمل الفراغ في الجدول بحسب المحددات الواردة فيه المواد المسببة لاستنزاف الأوزون ومصادرها ما هي المواد المسببة لاستنزاف طبقة الأوزون؟ مركبات لكلورو فلورو كربون مصادرها من أجهزة التبريد كالثلاجات ومكيفات الهواء السؤال الثاني ما الفرق بين الأكسجين الذي نتنفسه والأوزون؟ يتكون جزيء الأوزون في طبقات الجو من ثلاث ذرات أكسجين السؤال الثالث أذكر ثلاث نقاط لكل مما يأتي أولا مصادر تلوث الهواء ما هي مصادر تلوث الهواء؟ أذكر ثلاث نقاط احتراق الغابات عوادم السيارات المصانع ثانيا التغيرات التي يسببها الاحتباس الحراري ثلاث نقاط للتغيرات التي يسببها الاحتباس الحراري انصهار الكتل الجليدية مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر زيادة العواصف والأعاصير الاحتباس يغير نمط تساقط الأمطار ليؤثر على المحاصيل الزراعية ثالثا الغازات الدفيئة ثلاث من الغازات الدفيئة ثاني اكسيد الكربون بخار الماء والأوزون أعزائي الطلبة لنختبر معلوماتنا حول موضوع تلوث الهواء أي من الغازات الآتية يسبب استنزاز طبقة الأوزون نعم إنها مركبات كلورو فلورو كربون سي اف سي اس ثانيا ما نوع التلوث الناتج عن حرق الوقود وتفاعله مع أشعة الشمس نعم إنه الضباب الدخاني ثالثا ما عدد ذرات الأكسجين في جزيء غاز الأوزون نعم ثلاث ذرات إلى هنا أعزائي الطلبة وصلنا إلى نهاية الدرس دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته